اول نقطة نحب نتكلم فيها انه بما صدر من قرارات وقوانين في مجمع نقية اصبح احد مصادر ومراجع التعليم الارتودوكسي المعتمد في الكنيسة دي نقطة مهمة جدا لانه اصبحت قرارات مجمع نقية زي دستور كنسي تسير عليه معظم الكنيس سواء في القوانين او في القرارات جايز حد يسألني ايه الفرق ما بين القوانين والقرارات القوانين عددها معروف وهي عشرين قانون لها نصوص محددة اما القرارات فهي نتائج للمباحثات التي تمت في مواضيع مختلفة بعضها تنظمية في الكنيسة وبعضها تنظمية للاعياد والحاجات دي كلها طبعا عشان نقول انه كيف اجتمع هذا المجمع وهو اول مجمع مسكوني في التاريخ نقول انه ما جابش القواعد من برا لانه نفس النهج اللي نهجوه الاباء الرسل في المجمع بتاع ارشاليم هو نفس القواعد اللي صاروا عليها الاباء في هذا المجمع طبعا نشكر ربينا مجمع ارشاليم كلنا عارفينه واردت اعماله كلها في سفر الاعمال صح 15 وقال اجتمع الرسل والمشايخ مشايخين يعني الخصوص واصدروا قرارات وهنا بموجب هذا المجمع الاولاني اصبح للكنيسة حق التشريع وهنا ده تشريع الهي لانه في القرار اللي طلع من الاباء الرسل قال رأى الروح القدس ونحن فاشتراك الروح الله في المجمع ده امر مفروغ منه وشان كده دايما كلنا عارفين المعلومة دي ان في كل المجمع كانوا يضعوا الكتاب المقدس على ما ايدا في وسط المجمع دليل على انهم لن يخرجوا عما ورد في تشريعات الكتاب المقدس من هنا كان لمجمع نقية ولا يزال اثر الواضح على معظم كنائس العالم التقليدية بنقول التقليدية لانه ما كانش فيه غير الكنائس التقليدية اللي كانت موجودة ايام نقية اما ما ظهر من طواقف يعني ومذاهب اخرى جديدة كل ده ده ظهر بعدين بعد الزهور البروتستانت والمذاهب المتعددة اللي عندهم طبعا ما نستغربش يعني لو لقين ان عندهم حاجات ملهاش علاقة بنقية لانهم اذا كانوا انقاروا بعض اصفار الكتاب المقدس وهو الاهم فلا عجب انه ممكن يكونوا ما بيبصوش لقرارات مجمع نقية ولكن طبعا الالتزام هنا بالقواعد يظهر في الكنائس التقليدية سواء كنيسنا الارتودكسية الشرقية اللي هي منها عائلتنا الارتودكسية او الكنائس الارتودكسية الخلق دونية دولار 14 كنيسة تقريبا او في الكنائس التقليدية زي الكنيسة الكاسوليكية وهنا اقصد قبل ما تظهر فيها الامور الخارجة عن الايمان وطبعا كلكم متتبعين في التاريخ اللي حصل لحد السنة دي في حاجات جديرة بتظهر واصبح هذه القرارات وهذه القوانين دستور انتوا عرفين معنى كلمة دستور يعني يجب الالتزام به بل انه الاباء وضعوا حرمات وطبعا ما اصعب كلمة حرمات على من يخرج على هذه التعاليم بحيث ان هم حفظوها من ناحية الايمانية ومن ناحية التنظيمية بل ايضا وضعو عليها حرمات بمن يخرج عنها